صقور الجو العربية تقدم لكم الضربة المؤجلة شرح تفصيلي للغارة الجوية العراقية التي تم تأجيلها على مفاعل ديمون الإسرائيلي تابعت الولايات المتحدة الأمريكية فصول الحرب مع إيران حتى نهايتها فكانت تقف إلى جانب العراق تارة لتمرير أجندة معينة وإلى جانب إيران تارة أخرى وكانت تنظر لانتصار العراق بعين الريبة والتهجس والخوف من المجهول ففي نهاية عام 1989 أعدت المخابرات المركزية الأمريكية تقريرها الذي تضمن أن العراق ينوي مهاجمة إسرائيل والتوسع على دول الخليج العربي ويقترب من إنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية مثل الكيمياو المزدوج بدورها اعتبرت إسرائيل هذا تصعيدا ضدها متضامنة مع المخطط الاستراتيجي الأمريكي البريطاني وهددت بضرب كافة منشآت التصنيع العسكري ذات العلاقة بإنتاج الأسلحة الكيمياوية مما أثار حفظة الرئيس السابق صدام حسين للمرة الثانية حيث صرح لكافة وسائل الإعلام بأنه لا أخبرنا إسرائيل باستخدام الكيمياو المزدوج إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديدها في هذه الفترة قامت إسرائيل بأعمال استفزازية تهدد الأمن القومي العراقي مثيرة أعصاب القيادة السياسية العراقية ففي الفترة ما قبل الثامن عشر من آذار عام 1990 والتي بدأت تتصاعد فيها التهديدات الإسرائيلية كلفت قيادة القوة الجوية بمواجهة هذه التهديدات وعلى الفور جرى تصوير المواقع العسكرية في المستعمرات والمدن والمطارات والأهداف المهمة الأخرى ضمن مدى التصوير المائل لطائرات الميراج أف ون وشكلت هذه الصور وثائق رئيسة للتخطيط لضربات الرد المفترض من قبل القوة الجوية العراقية باستخدام الأسلحة التقليدية وفي سبيل ذلك يؤشر بإعداد خطة انفتاح القوة الجوية والحماية والتدريب العملي والتمارين التعبوية بعد الثامن عشر من آذار عام 1990 وعند تصعيد التهديد الإسرائيلي للعراق أصبحت مهمة قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي التخطيط لضربة جوية شاملة بكافة الجهد الجوي المتيسر من الطائرات المقاتلة القاذفة والمتصديات ميراج أفوان سوخوي 24 وسوخوي 22 لمعالجة أقصى ما يمكن من الأهداف الإسرائيلية على أن يكون الرد فوريا وبأسرع وقت أي 36 ساعة ويتم الرد مباشرة دون الرجوع إلى القيادة العامة ويروي أحد قادة التشكيلات المشاركة ضمن تشكيل الضربة الجوية الشاملة لإسلوب التخطيط والتدريب لتنفيذ الضربة من الجهد المخصص من السرب متعدل المهام مية واحد وعشرين سوخوي 24 حيث يقول تم اختيارنا ضمن تشكيل الضربة من السرب مية واحد وعشرين سوخوي 24 للسرية والأمان وكنت برتبة رائد طيار وبمنصب معاون آمر السرب المذكور واقترحت أن يكون تشكيل الضربة الجوية بإسم بارك وهو اسم أتفائل به في طيراني أما تاريخ بدأ تدريبنا على الضربة الجوية ضد إسرائيل فهو منذ بداية مايس عام 1990 وآخره هو ضربة جوية تشبيهية على مفاعل تموز يوم حزيران الثامن والعشرين عام 1990 وقد استغرقت الضربة لمدة ساعتين وخمس دقائق وهي نفس مدة الضربة الجوية الشاملة المحتملة مع باقي تشكيلات القوة الجوية العراقية أقلعنا بطائراتنا من قاعدة البكر الجوية في بلد بارتفاع عال ثم بدأت عملية الإرضاع الجوي للتزود بكمية ثلاثة من الوقود تستمر هذه العملية لمدة ثلاث دقائق ونصف ثم الانخفاض والطيران الواطئ إلى منطقة السلمان والدخول إلى الأراضي السعودية لمسافة عشرين كيلومتر من جهة مخفر المعانية والخروج منها باتجاه مدينة القاسم قرب الحلة بارتفاع عشرين متر والاستمرار بالطيران باتجاه مفاعل تموز كان هناك سباق محموم بين ضباط سيطرة المقاتلات في جميع قواطع الدفاع الجوي من أجل كشف التشكيل ولكن لم يفلح أي قاطع بذلك وكذلك من قبل بطاريات صواريخ ومدفعية مقاومة طائرات أذكر تم تشغيل سارايا الدخان الموجودة قرب منشأة القعقاع من أجل التشويش علينا ما بين المسيب والمحمودية المهم وصلنا إلى مفاعل وتم السحب إلى الأعلى والتصويب مع تشغيل منظومات التشويش الخاصة بطائراتنا وتم تصوير الضربة بالكامل وأذكر أيضا أنها كانت ما قبل المغرب بقليل وبعد الضربة استمر طيران التشكيل فوق نهر ديالة بارتفاع واطئ ولم يتسنى لأحد من اكتشافنا أيضا ولم يعرف أي قاطع أو سيطرة جوية نحن أين لأننا دخلنا حوض النهر ولم نرتفع للأعلى إلا ونحن قرب بعقوبة ثم النزول بقاعدة البكر الجوية لم نتلقى أي تدريب خارج العراق على هذا الواجب وقد تم إخفاؤه حتى عن المدربين الروس الموجودين في سربنا لسريته العالية أما عن كفاءتنا ومهارتنا فهي معروفة لدى جميع وحتى المدربين الروس استغربوا من أنه كيف لي القيام بطلعتين فقط أنجزت مهمة الإرضاع الجو بسهولة وأصبحت بعدها مدرب إرضاع بأربع طلعات فقط وعلى الكرسي اليمين لأن الإرضاع على هذا الكرسي صعب جدا عكس الكرسي اليسار وكنا قد أتممنا مهمة أخفيناها عن المدربين وهي الإرضاع بارتفاع مائة متر ومحدودية الطائرة هي أقل ارتفاع ألف متر أما كيف يتم الاختيار فهي للخبرة والمهارة والثقة بالنفس التي كانت لدى الطيارين آنذاك أما عن خطة الضربة فقد وضعت من قبل قيادة القوة الجوية ولكننا عدلنا عليها لتناسب ظروف الضربة لإتمامها على أكمل وجه أما عن المشاعر فقد كنت مستعدا تماما لتنفيذ الواجب كما عهدنا شعبنا من قبل في المهمات الصعبة تم اختيار قادة التشكيلات من قبل قيادة القوة الجوية أما باقي أعضاء التشكيل فقد تم من قبلنا نحن كان هذا الاختيار تم في مايس عام 1990 حيث أعدت الخرائط من قبلنا ونحن لا نتعدى الأربع طيارين وعند تدريب نوزعها على البقية ونستلمها منهم بعد النزول مباشرة من التدريب وتحفظ في قاسة آمر القاعدة لم يجر التدريب عليها أكثر من طلعتين لأننا كنا واثقين من إصابة أهدافنا والعودة بسلام لإمكانية الطائرة الوصول لأهدافها في العمق الإسرائيلي وعدم كشفها من قبل وسائل الدفاعات الجوية الإسرائيلية ولخبرتنا القتالية الطويلة لم نتعلم أي كلمة عبرية وأذكر أنني أخذت إحداثيات مطار شرم الشيخ قد أحتاجه كمطار إحتياطي لأن مهمتي أبعد من باقي التشكيلات المحددة أيضا في الضربة الجوية الشاملة أما عن اعتماد المصادر فكانت عبارة عن صور جوية لأهدافنا وكانت ساعة التنفيذ تبقى مجهولة وكنا نتوقعها في أي لحظة التنفيذ يقلع التشكيل بقوة ست طائرات من قاعدة البكر الجوية في بلد بحمولة أربع طن قنابر شديدة الانفجار وخزانات وقود خارجية إضافية باتجاه مدينة سامراء بارتفاع ثلاثة كيلومتر ثم الدوران إلى جهة اليسار باتجاه قاعدة الوليد الجوية وخلال هذه المرحلة تتم عملية الإرضاع الجوي بواسطة ثلاث مرضعات من نفس النوع وبكمية وقود ثلاثة طن لكل طائرة بوقت ثلاث دقائق وخمس طعش ثانية ثم تعود المرضعات إلى قاعدة البكر ويستمر التشكيل بنفس الاتجاه ضمن تشكيل الضربة الجوية الشاملة هناك تشكيل آخر من طائرات الميراج أفوان نلتقي به عن بعد قرب قاعدة الوليد الجوية وفي نقطة التلاقي تعود طائرات الميراج وينحدر التشكيل بارتفاع عشرين متر باتجاه الأراضي الأردنية وعند الدخول ينقسم التشكيل إلى ثلاث تشكيلات كل تشكيل بطائرتين يتجه إلى نقطة الانتاكت بوينت المحددة له نحو أهداف عسكرية في مستعمرة كريات شيمونة وآخر في مفاعل ديمونة والآخر في نحو ميناء إيلات وهذا هو أبعد الأهداف وقبل الوصول إلى الأهداف بدقيقة واحدة تقوم التشكيلات بعمل مناورة الأفعى والدخول إلى الهدف لإمكانية عدم اكتشافنا من قبل بطاريات الصواريخ الموجودة وبعد التزديد وقصف الهدف نستمر لمدة 30 ثانية ثم العودة نحو الأراضي الأردنية والتوجه إلى الأراضي العراقية والهبوط على الخط الدولي السريع الذي يربط العراق بالأردن في حالة الإصابة أو حدوث أي عطل آخر بعد تحديث إحداثيات منطقة الهبوط كان بخط مستقيم ومسافة طويلة كافية أثناء العودة تكون التشكيلات أخرى بانتظار تشكيلاتنا من أجل الحماية لم يتم إلغاء الواجب إلا بعد أن تم إبلاغنا بإخلاء طائرات السرب إلى إيران وقد رفضنا المساهمة بالإخلاء لأننا مبلغين بالواجب وتدربنا عليه وأبلغنا آمر القاعدة بذلك واتصل بالقيادة والجهات العليا إلا أنهم أبلغون بالذهاب بالطائرات لأن القرار السياسي وليس عسكري لينهي معه قرار الضربة المؤجلة التي تم الإعداد والتخطيط إليها بكل دقة وعناية كبيرة من هيئات ركن وطيارين كانت هذه واحدة من الخطط للرد على ضرب المفاعل النووي العراقي وهناك خطة شاملة لا مجال لذكرها لإنها تشمل كل القوة الجوية العراقية مع تحيات سقور الجو العربية